لو اول مرة بتشوفيني انا هدير بعمل افكار هنداميد واعاد التدوير بطرق مختلفة وجديدة تخليك تعمل زكور بيتك بنفسك وكمان بقى اقل تكلفة ازايكم عاملين ايه يورب تكونوا بخير جميعا شايفين الجميل شايفين الحلوة بجد رمضان ده يعني حاجة كده تدينا كلنا بهجة اللهم بلغنا جميعا رمضان كل سنة وانتو طيبين يا بنات رمضان خلاص على الابوات تعالوا بقى لما نشوف احنا عملنا ايه النهاردة مع بعض زي ما انتو شايفين الفوانيس الجوامع دي طلعت رندي جدا حبيت ان انا اعملها معاكم السنة دي بطريقة سهلة وبسيطة وكمان كل حاجات اللي احنا هنستخدمها موجودة في كل بيوتنا تعالوا عشان ما طولش عليكم لما نروح نشوف انا عملتهم ازاي بس ما تنسوش قبل ما تيجوا معايا لو اول مرة بتشوفي فيديو ليا تعمل اشتراك في القناة واتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتي وكمان لو بتشوفي الفيديو على الفيسبوك ما تنسيش تعملي متابعة زي ما انتو شايفين بقى احنا جيبنا البطرمانوب بتاعة المربة دي انا جايبها منها حجمين والعلب دي بيبقى فيها الايس كريم ولو بتجيبي القنافة اللي بالمنجة من بره والحاجات دي بيبقى برضو في العلب دي وطبعا اللي انتو شفتوها دي بتاعة الستاير ولو مش موجودة عندك انت بتجيبي اللي اتنين بعشرة جنيه فسعرهم حلو المهم هنا انا كنت جبت بقى العلبة بتاعة الايس كريم دي وقصتها من تحت وقصتها من فوق كمان يعني قصتها من تحت فتحتها خالص عشان تبقى مفتوحة معي وجبت كتاعة الكارتون دي بصوا هو انا مسبتهاش بشمع فيها فبالتالي الجبس كده لما انا دلقته وكنت عاملاه خفيف شوية ساح كده حواليها لأ انت الافضل علشان ما تبهدليش الدنيا عندك انا عشان طبعا متعودة على الجبس والحاجات دي فبعرف اتعامل الافضل ان انت تلزقيها او تحطيها في طبق يتلزقيها يتحطيها في طبق عشان ما تبهدليكيش الدنيا تمام سبتها تنشف بقى شوية كده وبعد كده جبت البطرمون وبدأت عشقه في القطعة دي ودخلوا جوة الجبس يعني شفتوا انا فتحت العلبة من تحت فتحتها خالص من تحت خلتها بقيت مفتوحة على قد ما هدخل البطرمون فيها وبعد كده روح تمدخلها البطرمون هنا ما كانتش نشفت قوي يعني تسيبيها كده بس تمسك نفسها شوي عشان تقدري تسويها وما نحتاجش الخطوة اللي هي بتاعة الصنفرة بقى بعد ما تنشف خالص شلتها عادي من على الكارتونة وبعد كده بدأت بقى مسحها بيدي هنا كنت عملت اللي اتنين الصغير والكبير وسبتهم ينشفوا تماما وخدتهم بعد كده غسلتهم شكلهم تحفة جدا انا طبعا في واحدة سايب الجزء اللي فيه تجزعات وفي واحدة شلت الجزء اللي فيه تجزعات قلت علشان ايه يبقى فيه تغيير ما بينهم هما اللي اتنين بصوا يا بنات الفكرة بتاعتهم حلوة جدا وعايز اقول لكم هما شكل الحقيقيين بالزبط وعملناهم بحاجات كلها موجودة عندنا في البيت احنا ما اشترناش اي حاجة غير دهان البلاستيك والورنيش بس وانتي طبعا لو بتشتغلي على طول اعادة تدوير الحاجتين دول هما موجودين عندك قريدي على طول لان زي ما قلتلكو قبل كده احنا بنعمل بيهم حاجات كتيرة جدا وافكار كتيرة جدا. المهم هنا بقى كنت آآ رسمت الشكل الباب دوت سهل جدا مفهوش اي حاجة على الستيكر ده ده استيكر كده بيبقى شفاف ما ينفعش نجيب اي استيكر يعني ما ينفعش تجيب الستيكر اللي احنا بنلزقه على الترابيزات والحاجات دي لان هتيجي تشلي من على البترامون مش هيتشيل. الستيكر ده ممكن تلاقيه في المكتبات هو ده افضل استيكر معاك عشان لما نيجي نشيله يتشال معنا بكل سهولة. جبته ورسمت عليه زي ما قلت لكم البباب. وبعد كده بدأت الزقه في البترامون. انا طبعا اعدت ادور على الجزء اللي هو آآ مع لهوش خطوط لان البترامونات بيبقى فيها خطوط كده علشان اخلي الباب فيه. هنا كنت لزقته. لزقت الاتنين كمان معي. الخطوة بقى اللي بعد كده هي خطوة دهان البلاستيك. هنجيب دهان البلاستيك. دهان بلاستيك مط الكيلو بخمسة وتلاتين جنيه. وهنجيب اللي سجونشة العادية بتاعة المواعين. وهنبدأ نديله اول طبقة. ودي بتكون طبقة البتونة. وانا طبعا بحب اللون الابيض. ويعني عجبني جدا آآ السنة دي بصراحة اكتر اللون. انا حبا في كل ذكرات اللون الابيض. فانا عملت البتونة ابيض. وهسيبها تنشف. تماما لازم نسيب الهان البلاستيك. ينشف كويس جدا. اوعي تيجي. تخليه كده مبلوه شوية وتديله تاني طبقة. ده بقى اللي بيعمل كالكعة معيكو عشان كان فيه دايما بنام بتبعاتلي ان هو بيحصل كالكعة وحاجات كده علشان مش بتسيبه ينشف. هو قريدي مش بياخد وقت في نشافانه. فسيبه ينشف براحته. زي ما قلتلكم بقى احنا هنعمل طبقة البتونة. وهنسيبه ينشف كويس. وبعد كده نرجع نديله بقى الطبقة النهائية. الطبقة النهائية تقدر يبقى تعمليها باللون اللي انت عايزة بس زي ما قلتلكم انا عملتها ابيض. وبالزبون شاو بطريقة الطبطبة انا حبيت اعمل الجزء ده الوحده. وبعد كده هعمل الغطى. وبعد كده هعمل الجزء اللي هو بتاع السطورة اللي هو القبة اللي بتبقى من فوق دي. الاشكال بقى بتاعة القبة دي هتلاقوها كتير جدا عند بتاع السطير وزي ما قلتلكم الكتيرتين بعشرة جنيه. انا كانوا موجودين عندي بصراحة في السطورة وانا مش بستخدمهم. فخدتهم عملت لهم اعادة تدوير وهتلاقوهم موجودين في كل بيوتنا. طبعا كل حاجة بعملها بعملها في البطرامانين. البطرامانين اللي اتنين بتعموا رابعة واحد صغير واحد كبير. هو ده اللي عمللي الفرق في الاحجام ما بينهم. وفيه جزء فيه الخطوط اللي هي دي اللي في العلبة اللي من تحته في واحدة قصدي فيها الخطوط دي والبطرامان التاني ما فيهوش الخطوط دي. بصوا بقى عايزة سهل عليكم كمان حاجة تاني. آآ لو انت مش حابة تشتغلي بالجبس خالص الجبس على فكرة انت هتشتري بجنيه بس. تروحي فعلا عند الموان تقوليله انا عايزة بجنيه يبصي ابيض. هيعمل لك الاتنين. وده ليه? علشان نقدر نعشق البطرامان في الجزء ده. ويبقى الاتنين مسكين في بعضه وتبقى حاجة متينة كده وشكلها قيم معيك. آآ افضل ما هتعملي القطع البلاستيك بس. الحاجة التانية اللي هو عشان اسهل عليكم. الزاق البطرامان على قطعة البلاستيك من غير ما تقصي ولا تعملي اي حاجة. آآ بس مش هيبقى تقيل. مش هيعيش معيك. هتبقى حاجة خفيفة مش هتحسيها قيمة. افضل حاجة اعملوه زي ما بقول لكم. بس انا بقول لكم عشان بقى لو الناس ايه لسه مرتدئة. وهيبقى صعب عليها الكلام ده. تقدر يتلزقي على طول على العلبة بتاعت الايس كريم. بصوا هنا بقى كنت ادت لهم اول طبقة وسبتها نشفت وبعد كده تاني طبقة وسبتها برضو نشفت. بصوا ده شكلها النهائي. هيجي بقى هقشر الاستيكر معي. شايفين بيتشال معي بكل سهولة. طبعا في حاجات بيضا دخلت جوة وكده. بدفري كده عملتها اتساوت معي. بصوا بقى دول كمان لما تلونوا ابيض شكلهم بقى تحفة. بجد يا بنات انتو مش متخيلين على الحقيقة شكلهم عامل ازاي? بجد اكني شرياهم بالزبط. حاجة قيمة جدا. شكلهم حلوة قوي. آآ ما يبانوش خالص اننا اللي عملاهم. وعملناهم من حاجات كلها موجودة عندنا في البيت. بصوا هنا بقى انا كنت بزبط بس ما شلتش بقى الجزء ده في المونتاج قلت مش مشكلة. يعني انتو اخواتي وحبايبي فعادي بقى. الفيديو ده اصلا كان المفروض يتصور من بدري بس انا عشان عندي شوية ضغط الفاترة دي. فكنت مأجلة تصويره. دي برضو تاني واحدة شلت برضو زيادة كده بدفري. الاستيكر ده هو اللي نستخدمه ما ينفعش نستخدم اي حاجة تاني عشان لما تيجي تشليها هتلاقيها ما بتتشلش معيكي وهنبوز الدنيا. هتلاقيه في اي مكتبة اسمه استيكر شفاف. بصوا بقى هنا انا كنت بزبطها من فوق كده القبة دي. بصوا بقى. القبة احنا هنسبتها بامير. تمام? وهوريكم نوع الامير اللي انا بستخدمه. قوي جدا جدا بيلزق اي حاجة. اهو هو ده. يعني استخدمي برضو نفس النوع ده حلو جدا بس اهم حاجة تخطي. وتسيبيه شوية يعني ما تستعجليش عليه ان هو ينشف. تسيبيه شوية هتلاقيه انشف معيكي. ليه ما استخدمتش الشمع? الشمع هيفك معيكي وهيلطش معينا. فالامير ده افضل بكتير. ومش غالي كمان يعني مش هتشتريه غالي وهتلاقيه متوفر برضو في كل المكاتب وهتلاقيه عند الموان يعني هتلاقيه متوفر معيكي. عايز اقول لكم انا فرحانة بيهم جدا. عاجبيني قوي. وزي ما قلت لكم كل واحد بقي يقدر يعمل الالوان اللي هو عايزها او نسيت اقول لكم على تاني حاجة علشان برضو اسهل عليك الموضوع لو مش حابة تستخدمي دهانات هنجيب اللون اللي انت حاباه من عند اي موان سعره تقريبا عشرين جنيه وهتبدأي ترش البترامانات. بس تأنا من الناس اللي ما بحبش بصراحة اللي سبريه خالص ما بحبش اشتغل بين هائي يعني عندي دهان البلسدك والورنيش افضل بكتير. اللي سبريه بيبهدل الدنيا وريحته ما بتبقاش حلوة خالص. انا عندي حساسية كمان منه فما بحبهش بصراحة في الشغل. بس لو انت حابة تستخدمي اللي سبريه ما فيش مشكلة. دي بها اخر خطوة وهي طبقة الحماية وبتكون الطبقة النهائية طبقة الورنيش المائي. الورنيش المائي بيباع برضو عند الموانين وسعره بيبقى خمسة وتلاتين جنيه. كيلو كيلو هتجيبيهم هيقعدوا معيك كتير جدا وهيعملوا لك حاجات كتيرة جدا. طبعا هحط لكم لينك الفيديو بتاع الدهانات علشان لو هتشتروا تشتروا نفس الانواع اللي انا بستخدمها. بس انا برضو عملت الاتنين. وصيبتهم ينشافوا كويس جدا. خلاصة هو كده كنت خلصتهم هتلعهم بقى البلكونة وزي ما بقول لكم هسيبهم ينشافوا كويس جدا. وبعد كده هنرجع نشوف شكلهم. هنا بقى كانوا خدوا طبقة الورنيش وصيبتهم نشفوا كويس جدا. حبيت وديك واحد بشمع وواحد من غير شمع. ما تنسوش بقي بنات تكتبوا لي رأيكم. استنوا مني فيديو جديد بفكرة جديدة.